السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزيكوا حبيبا عمليم إيه يا رب دايما تكونوا بألف خير إزيكوا يا سنة تانية يا رب تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة معدنا مع الفصل الثامن من القصة طبعا إحنا نزلنا الفصل السابع وموجود على القناة الفصل التاسع والعاشر إحنا النهاردة هناخد الثامن يبقى إحنا كده أخدنا أربع فصول وهيبقى لسنة أسباسة ثلاثة فصول إن شاء الله هناخدهم بعد الدرس الأول القراءة اللي هي لغة خالدة إن شاء الله بإذن الله انتظروا مني قريبا جدا بإذن الله أرجو يا سنة تانية أنتوا تكونوا بتستفيدوا من الدروس ويا ريت اللي بيشوف بقى الفيديو بتاعي وبيعجبوا الفيديو يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناة ويا ريت لو تكرمت وعملت تعليق كويس يبقى جزاك الله خير هنبدأ الأول في الفصل الثامن وهو بعنوان سعد زغلول وثورة 1919 مرة الفترة تتكلمنا على مصطفى كامل ومحمد فريد وأحمد عرابي والمهاردة إن شاء الله هنتكلم على سعد زغلول بيقول لي سعد زغلول وزميله يطالبون باستقلال مصر في 13 من نوفمبر سنة 1919 ذهب سعد زغلول مع زميليه عبد العزيز سهمي وعلي شعراوي إلى دار المندوب السامي البريطاني وعرضوا عليه مطالب البلاد في الحرية والاستقلال لم يظفر هؤلاء الزعماء الثلاثة من المندوب البريطاني بجواب يحق أمالهم وأدرك سعد من مناقشة المندوب إياهم أن بريطانيا لا ترغب في الوفاء بوعودها السابقة التي قطعتها على نفسها بالجلاء والاعتراف باستقلال مصر فعزما سعد على أن يرفع راية الجهاد ويطالب باستقلال البلاد بص يا ولاد في حد سألني في التعليقات هي مس الإنجليز هي هيها فرنسا لا الإنجليز يا ولاد المقصود بها بريطانيا ولو كرأتوا القصة هتعرفوا ده المقصود بالإنجليز بريطانيا هما اللي كانوا محتلين مصر في الوقت ده ولكن ذهب مصطفى كامل إلى أوروبا اللي هي فرنسا يعني تعتبر فرنسا بلد من بلادها يطالب بقى أن هما يقفوا جنبه وأن هما يساعدوا في تحرير مصر وأن هما ينادوا بإجلاء البريطانيين عن مصر هنا بقى هنكمل في بيقولي تاريخ 13 من نوفمبر سنة 1919 سعد الزغلول بقى ده أولاد زي مصطفى كامل كده كان من المناضلين المجاهدين في سبيل تحرير الوطن والكلام ده كله ذهب سعد الزغلول مع زميليه عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي كانوا برضو من المناضلين معه إلى دار المندوب السامي يعني زي الملك بتاعهم كده البريطاني وعرضوا عليه مطالب البلاد في الحرية والاستقلال راح ولو قالوا له بص بقى أنت هو المندوب اللي جاي يعني كبير بتاعهم بتاع الحملة الإنجليز فقال له إحنا لنا طلبات عرض عليه مطالب البلاد في الحرية والاستقلال إحنا عايزين بلدنا عايزين نحس بحريتنا وإستقلالنا في بلدنا إحنا نحكم نفسنا عايزين تقعدوا جماعة عدوا بس إحنا بلدنا تبقى بتاعتنا إحنا اللي بنحكمها وإحنا اللي مسؤولين عنها ما حدش يتحكم فينا يبقى عندنا حرية وعندنا استقلال وإنتوا تبعدهم يا إما على الأقل ما تحكمونا إش أنتوا ما تحكمونا إش أنتوا ما تحكمونا إش وتقوش جانين إنتوا على بلدنا وتحكمونا فلم يصفر هؤلاء الزعماء الثلاثة من المندوب بجواب يحقق أملهم يعني ما ردش عليهم الرد اللي هم عايزينه ما ده همش ما حقق لهمش أملهم ما حقق لهمش طموحاتهم أدرك سعد من مناقشة المندوب إياهم أن بريطانيا لا ترغب في الوفاء بوعودها السابقة التي قطعتها على نفسها بالجلاء والاعتراف باستقلال مصر حس أنه هو من كلامه كده أنه مش نويين لا يبعدوا عن مصر ولا ينفذوا الطلبات أو الوعود اللي كانوا وعدوا بيها الشعب المصري ومشاردين يعترفوا باستقلال مصري فعزما سعد على أن يرفع راية الجهاد ويطالب باستقلال البلد ألا إحنا بقى مش هنقعد نستناهم لما يتكرمهم ويسبرنا بلدنا لا إحنا هنرفع بقى راية الجهاد وهنطلب إحنا باستقلال بلدنا يعني نعمل ثورة زي ما كان قبل كده عمل أحمد عرابي والكلام ده كله طيب عملوا إيه؟ كان أول ما وجهه اهتمام إليه اهتمام إليه وقوف الأمة صفا واحدا متنسكا أمام الإنجليز أول حاجة يا ولاد فكر فيها إننا إزاي يخلي الأمة كلها كل الشعب المصري واقف صف واحد كلمة واحدة يد واحدة في وجه مين؟ في وجه الإنجليز ليقطع أملهم في التفريق بين عنصرية الأمة طبعا في التفريق بين عنصرية الأمة دي أولاد المقصود بها اللي هي المسلمين والمسيحيين ألا إحنا هنوحد الأمة كلها سواء مسيحي أو مسلم ونخليهم يد واحدة وصف واحد بحيث أن الإنجليز يا ولاد ما يقدروش عليهم يبقوا يد واحدة وقوة واحدة أمام الإنجليز وقد لب الشعب المصري بجميع توقفه وأديانه نداء حيث حتى تبادل رجال الدين الزيارة والخطبة في المساجد والكنائس وأصبح الشعب كتلة واحدة متراصة لا يستطيع المحتل أن ينفذ بين صفوفها يعني فعلا يا ولاد الشعب المصر استجاب جدا جدا لنداء سواء كان مسلم أو مسيحي بكل الديانات اللي موجودة في مصر وتكادف كلهم حتى كان رجال الدين يا ولاد حتى تبادل رجال الدين الزيارة والخطبة في المساجد والكنائس يعني المسلمين كانوا بيروحوا في الكنائس يخطبوا للناس والمسيحين بيروحوا في المساجد فكانوا بيتبادلهم الخطب في المساجد والكنائس وأصبح الشعب كتلة واحدة متراصة جنب بعض بقوا يد واحدة لا يستطيع المحتل أن ينفذ بين صفوفها رأى الإنجليز خطر هذه المعركة الإنجليز بدأوا يخافوا ما احنا بنقول في حاجة بتقول فرق تسد لو الأمة متفرقة ده احنا هنسود العالم كله وهنسودهم وهنقدر عليهم لكن في الوحدة القوة يولاد في وحدة الشعب كله اللي هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم للمسلم كالبونيان يشد بعضه بعضه ان احنا كلنا كده نكون ايد وحدة وهنكون قوة كبيرة محدش هيقدر علينا فبدأ اللي فعلا حصل بين المصريين وهنا بدأ بقى العدو يحس بالخطر لا ده فيت اجتماعا مع كلهم اجتمعوا كيد واحدة وصف واحد يبقى احنا نحس بقى ان احنا في قلق رأى الإنجليز خطر هذه المعركة فعزموا على اخمادها اه لا ده احنا لازم بقى نهديهم كده شوية ونخمد الثورة بتاعتهم قبل ان يزداد الامر سوءا فقالكم القبض على سعد زغلول وثلاثة من المجاهدين معه وارسله الى المنفى في جزيرة ملطة راحوا اخدين سعد زغلول ونفوه الى جزيرة ملطة قالوا عشان نسكد الشعب اللي هو قاعد يحمسهم ويشعل كده نيرانة الثورة في عرقهم ونيران الحب الوطن في عرقهم ويفكرهم بوطنهم لا احنا هناخده عشان يرجعوا تاني ينامهم ونخمد الثورة تاني فبالفعل قبضوا على سعد زغلول وثلاثة من المجاهدين معه وارسلوه الى منفى في جزيرة ملطة منفى ده يعني مكان ياولاد زي سجن كده ولكن بينفوه بعيد جدا جدا عشان ما حدش يعرف له طريق جرة زي ما بيقولوا كان نفي سعد زغلول وصحبي ياولادي كالشرارة الهبت النفوس الغاضبة واطلقت الثورة الكامنة في الصدور فانطلقت المظاهرات في العاصمة هم افتكروا ان هم لما ياخدوا سعد زغلول الناس هتهدى وهتخاف وهترجع تاني تنام ويقول لك هم ده سعد زغلول كان القائد وهو راح احنا بقى هنخرج ليه والكلام ده كله لكن ده بالعكس بقى اللي حصل الشعب المصر مجرد ما ابض على سعد زغلول الناس من نزلة الشوارع وعملوا ثورة كبيرة جدا 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 وقادت انهيران في صدورهم وبدأوا يرددوا بسعد زغلول يرجع تاني فانطلقت المظاهرات في العاصمة والاقاليم وحدثت المصادمات بين المصريين والجنود الانجليز وانتشرت في الاقاليم فكرة قطع المواصلات فقطع الصور خطوط استكلاق الحديدية وجميع طرق المواصلات واشتركت السيدات والفتيات المصريات في الحركة الوطنية ونظمنا مظاهرات جريئة وعرضنا انفسهن لرصاص المدافع والسجن والتشريط الناس يولاد الصور بقى نزوا في الشوارع بدأوا يعملوا بقى يعملوا ايه يخربوا بقى في البلد انه انتو بقية ترجعون لسعد زغلول هنخرب لكم البلد انه هي مش بلد انه انم خلاص بقيت بلدكم فانحنا هنخربها اما انتو ترجعون لبن سعد زغلول فقطعوا المواصلات وقطعوا مواصلات السكية الحديدية وجميع الطرق المواصلات أموا بقطع كل المواصلات اللي موجودة في البلد وبالفعل كمان السيدات ياولاد والفتيات اشتركوا في الثورة دي ونظمنا مظاهرات جريئة وعرضنا أنفسهن لرصاص المدافع والسجن والتشريئ ما بقوش خايفين من حاجة النساء والرجال نزلوا الرجال نزلوا يقطعوا السكل الحديدية وجميع المواصلات والنساء نزلت في ثورة عارمة شديدة جدا جدا وعرضوا نفسهم لرصاص المدافع ما خافوش من أي حاجة ولا من السجن والتشريئ كل ده عشان خاطر مين عشان خاطر طبعا مصر أولا ثم سعد زغلول ونفي سعد زغلول هنا فشلت بريطانيا في إخماد الشعور الوطني ووجدت أن سياسة الحديد والنار والقصوى والعنف لم تجد على الإطلاق ولم تغير من سياسة المصريين وقررت الإفراج عن سعد وصحبه هنا بقى هم عملوا نفي سعد زغلول ما جابش النتيجة اللي هم عايزينها هي النتيجة اللي كانوا عايزينها ياولاد أن الثورة تخمط وأن المصريين يرجعوا للمكانهم تاني وما عادوش بقى يثوروا على البريطانيين ولا يطلبوا بإجلاءهم عن البلاد ولكن لما البريطانيين اكتشفوا أن نفي سعد زغلول عمل العكس مع المصريين قالوا لا لا نحن نرجع لهم سعد زغلول تاني عشان الدنيا تهدى شوية لأن الدنيا اتقلبت عليهم تمام يبقى فشلت في إخماد الشعور الوطني ووجدت أن سياسة الحديد والنار والقصوى والعنف لم تجدي على الإطلاق يبقى ماذا اكتشفت أو ماذا وجدت بريطانيا هنقول وجدت أن سياسة الحديد والنار والقصوى والعنف لم تجدي على الإطلاق ولم تغير من سياسة المصريين فماذا فعلت قررت الإفراج عن سعد وصحبه خلاص أسأله خلاص نحن نخرج لهم سعد وصحبه عشان يهدوا علينا شوية وما تم الإفراج عن سعد وزملائه حتى انطلقوا إلى باريس لعرض قضية بلادهم على مؤتمر الصلح زي ما كان بيعمل مين يا ولاد مصطفى كامل مجرد ما خرجهم رحوا قاعدين خلاص احنا مش هنتكلم بقى مع البريطانيين لأنهم خلاصنا وإنهم ما يوفوش بعضهم احنا هنروح على فرنسا ونعرض القضية دي على فرنسا وإحنا عارفين أن أي مصطفى كامل كان الكلام اللي كان بيقوله كان بيجيب نتيجة وكانت الدنيا بتتقلب عليهم بدليل أن هم عزلوا اللورد كرومار فحبوا يعملوا نفس الكلام ده وقالوا نروح لفرنسا ونعرض القضية دي في مؤتمر الصلح إلا أن الدول الكبرى ناصرت حليفتها بريطانيا وأغمضت العين وأبت أن تقول كلمة حق طبعا يا ولاد مؤتمر الصلح ده في أوروبا بيجمع دول كتير جدا جدا فلما رحوا عرض عليهم القضية لا هم ما وقفوش مع المصرين وقفوا مع بريطانيا فناصرت حليفتها بريطانيا لأن هي بريطانيا تعتبر أقرب من الدول الأوروبية من مصر يعني مصر مش أقرب للدول الأوروبية زي بريطانيا بريطانيا حليفتهم زي ما بيقولوا يعني حليفتهم يعني إيه يعني نصرتهم صادقتهم تمام يعني حليفتهم يعني صادقتهم وطبعا المضادة عدو في القصة يا ولاد ما بيجيش معاني ولكن انا بقول لكم عشان بس اوضح لكم المعنى ولكن في القصة ما بيجيش اسئلة معانية يبتجي صحي وغلطي اما اسئلة مقالية عادية طيب رأت بريطانيا ان تعمل على تهدئة الامور فقررت ارسال لجنة برئاسة للتحقيق في اسباب الثورة ومحاولة الوصول الى حل لا يتعرض مع مصالح بريطانيا شافت الناس برضو في ثورة والناس ما ارتحتش والناس ما بتهداش فقالوا لا احنا بقى لازم يعني نعمل بقى اي حاجة كده نبين المصريين احنا مهتمين عشان برضو نسكتهم ونهديهم فقالوا نبعط لهم من لجنة كده على برئاسة اللورد ميلنر يروح كده يحقق في انتوا ايه اللي مزعالكم البريطانيين مزعالينكم في ايه تبقى ايه طلباتكم يعمل نفسه بيعمل ايه تقصي للحق عشان يعني بيعمل كشف الاسباب المشاكل عشان يحل المشاكل ده منظر كده من ايه من علوش تمام يبقى رأى بريطانيا ان تعمل على تهدئة الامور فقالات ارسال لجنة برئاسة اللورد ميلنر للتحقيق في اسباب الثورة ومحاولة الوصول الى حال لا يتعرض مع مصالحها ولكن الحكومة البريطانية اعلنت في الوقت نفسه انها متمسكة بالحماية يعني اه احنا بعتنا لكهو لجنة وكل حاجة ولكن احنا متمسكين بحقنا ان احنا هنفضل على وضعنا هنفضل احنا المسكين الحماية المصر ايه وان مهمة اللجنة توسيع نطاق الحكم الذاتي وحماية المصالح الايه البريطانية يعني اللجنة دي اوه تفتكروا يعني ان احنا جايين كده هنمشي يعني او لو انتو طالبتوا كانت من مطالبكم هنمشي هنمشي لا دا اللجنة دي جاي برضو عشان ايه نعود واحنا كل واحد اخذ حقه تالت وايه وامتلت فثار الشعب ضد هذه اللجنة وقضى محدش رودة يدي معلومات خلص للجنة ولا يتعامل معها ولم يتجد اللجنة من تفاوضه وعادت من حيث وقتت يعني كل ما حق يجي يتكلموا حد هما مقاطعين اللجنة لا بدوها مطالب ولا بيطلبوا منها حاجة وقطعوها مقاطعة ايه كاملة لان عرفوا نيتهم والمغزن من وجودهم فما قطعوهم المصرين نقول ان هما يقطعوا اللجنة فلم تجد اللجنة سبب بقال ما جاءتما احنا قاعدين نعمل ايه ما فيش حد بيتفاوض معنا ولا حد بيتكلم معنا فرحوا راجعين تاني ايه لبلدهم تاني بعد ان عاشت في مصر ثلاثة شهور اللجنة دي جاءت جاية ياولاد قولنا بيه قيادة او برئاسة اللورد ميلنر قعدت في مصر ثلاثة شهور بحيث ان هي تستجوبهم ولكن ما فيش شفاية فرحوا راجعين لبلدهم ايه تاني لمست فيها قوة الشعور الوطني وحاولت هذه اللجنة بعد عودتها الى لندن ان تتفق مع سعد وصحبه ولكن انتهت المفاوضات بالفشل هم بقى لفه على المصريين ما عارفوش ياخدهم منهم حاجة فقالوا احنا نجيب بقى سعد سعد زغلول كده وصحبه نضحك عليهم بقى بكلمتين ونشوف طلباتهم ايه ونخلهم انتبعنا ولكن كل المحاولات اللي عملوهم مع سعد وصحابه بقت بالفشل ما استفدوش منها باي حاجة لقدنا مشروع ميلنر كما وصفه سعد كان حماية ايه مقنع كان حماية لهم وهم كبريطانيين ولكن على شكل مصلحة المصريين كانت مقنع يعني لابس قنع القنع المزيف انهم بيحققوا مطالب المصريين ولكن الحقيقة كانت حماية للايه للبريطانيين فعشان كده لا سعد زغلول دههم امل في حاجة ولا اتكلم معهم ولا كمان الشعب المصري اتكلم معهم واعترف بهم فقطعوهم هنا بقى تجددت المظاهرات الوطنية واشتد عدوان الجنود البريطانيين على المتظاهرين لقد اقتحموا الجامع الازهر برصاصهم ده العدوان يا ولاد وفتكوا بعدد كبير وفتكوا بعدد كبير من المواطنين في الاحياء المختلفة وقرروا نفي سعد وصحبه الى جزيرة سيشل في المحيط الهندي هينفوا سعد زغلول المرات التالية ولكن المرات دي في جزيرة سيشل في المحيط الهندي المرات الاولينية كانت في جزيرة ملطة المرات دي في جزيرة سيشل في المحيط الهندي مش عارفة سيشل هي بتذكر كده ولا سيشل يعني احنا ما بنا اكتهد احنا مش عندي معلومات فأنا باكتهد لأن طالما الحركات يعني الحركة محطوطة تحت السين والحركة على اللام على اللام بس والباقي سيبينه من غير حركة فإحنا بنكتهد يعني في القراءة فمحدش يقول لي مثلا أنت ما بتعرفش تقرأ لأن الأسماء طبعا الأجنبية دي أول مش معروفة بنعتمد في قراءة الإسمة على الحركات الحركات مش موجودة بنكتهد إحنا بقى بطريقتنا ويا صحي غلط ولكن ولكن في هؤلاء الزعماء لم يضعف حركة المقاومة بل قام غيرهم بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات ومقاطعة البضائع الإنجليزية وأضرب السياسيون عن تشكيل المزارة وتكونة الجماعيات السرية المسلحة الكلام ده احنا قلنا لما نافوا بقى لما تلاقوا ما فيش فايدة ولا ساعد الزغلول عايزة استجيب والمظاهرات زادت والدنيا اقتحموا عنهم الجامع الأظهر بالرصاص وفتكوا بعد عدد كبير من المواطنين وقالوا بقى ده احنا لازم ننفرهم برضه وصعد الزغلول عشان نقدمهم بقى هننفرهم المرة التانية المرة دي كان فين يا ولاد في جزيرة سيشيل في المحيط الهندي لكن في هؤلاء الزعماء اللي بيضعف حركة المقاومة بل قام غيرهم بتنظيم مظاهرات هم مشهم وايجا غيرهم ناس اقامت مظاهرات ما خافوش ولا رجعوا لمكانهم لان هم عندهم مطالب معين عايزين يحققوها بتنظيم مظاهرات والاحتجاجات ومقاطعة البضاء الانجليزية فيه ناس تانية ايجا مكانهم ونظموا برضه مظاهرات وبدأوا يقاطعوا المنتجات الانجليزية بتاعتهم واضرب السياسون عن تشكيل الوزارة معادش حد راضي لا يشكل وزارة ولا يتفعل معهم ولا يتعامل معهم بأي شكل تكونت الجمعيات السرية المسلحة بدأوا بقى يعملوا جمعيات سرية بدون معرفتهم يعني اللي هم الانجليز بدأوا يولاد المصريين يكونوا جمعيات سرية بدون علم الانجليز بحيث ان هم يخططوا للمظاهرات اللي هم عايزينها وللتحرير البلاد امام هذا الشعب الثائر اضطرت امريكا الى ان تعلن إلغاء الحماية البريطانية هنا بقى بريطانيا قالت مفيش يا جماعة يعني المصريين مش هدين يهتم يعني ابنين فيما بيجيبوش نتيجة ابن ضرب الرصاص ما بيجيبوش نتيجة ابن موت ما بيجيبوش نتيجة المصريين مصريين فخلاص يا جماعة احنا بنرفع الراية وبنعلن إلغاء الحماية خلاص بريطانيا رفعت يدها عن ايه عن مصر وان مصر دولة مستقلة ذات سيادة خلاص مصر بقت دولة مستقلة خاصة بنفسها مستقلة بحكمها ما حد معدناش احنا كبريطانيا سيادة عليها ولكنها احتفظت باربع نقاط ما حد تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية يعني نؤمن المواصلات اللي هتمشي فيها الإمبراطورية البريطانية والدفاع عن مصر ضد اي تدخل اجنبي احنا هندفع عن مصر لو حصل اي تدخل اجنبي من اي بلد تاني احنا هندفع عن مصر تمام وحماية الاقليات يعني الاعداد القليل اللي موجودة في مصر احنا علينا ان احنا نحميهم وأن تعالج مسألة السودان في مفاوضات تالية بين البلدين يبقى هترفع رفعت بريطانيا يدها عن مصر ولكن احتفظت بأربع نقاط واحد تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية اثنين حماية مصر ضد أي تدخل أجنبي ثلاثة حماية الأقليات أربعة تعالج قضية السودان في مفاوضات تالية بين البلدين أربع نقاط احتفظت بهم بريطانيا للحفاظ على تدخلها يعني حابة تسيب إيه؟ ثغرة تدخل فيها في شؤون مصر إيه بقى السؤال اللي هيجلنا هنا يقول لنا أذكر النقاط الأربعة اللي تحتفظت بها بريطانيا بعدما ألغت حمايتها عن مصر الأربع حاجات اللي احنا قلناهم متحفظوهم كويس جدا 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 الفصل ده سهل جدا جدا وصغير جدا جدا اللي هو صورة 1919 ساعد زغلول سهل جدا عن الفصل السابع أرجو أن تكونوا فهمتوا الفصلين إنشاء الله بإذن الله هنزل لكم الانك بتاع الفصل التاسع والعشر تحت هنا في تعليق مسبت تحت الفيديو أرجو أن تكونوا فهمتوهم الله أربع فصول وهبقي لسنا تلات فصول إنشاء الله بإذن الله والوحدة التالتة انتظروا مني المرة الجاية إنشاء الله أول درس قراءة في الوحدة التالتة وهو اللغة خالدة وبصوا أنا عايزة أحب أطمينكم شوية إن الوحدة التالتة تقيلة شوية شوية مش كتير محتاجة جهد وحفظ شوية تمام هي هيبقى فيه نصين يعني اللغة خالدة وفيه نصين تانيين نص ناثر بيتكلم برضو عن اللغة العربية ونص شعر بيتكلم برضو عن اللغة العربية وهي اللغة العربية تاني هنحظها وان شاء الله بإذن الله هنسهلهم على قد ما نقدر وانتو عليكم الباقي سنة تانية انتو تكتهدوا شوية وربنا إن شاء الله معاك ويوفقكم أرجو بقى اللي عجبوا الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة عايزين نكمل بقى الخمسين ألف وندخل على المئة ألف إن شاء الله يا رب كده بجدعانكم وكده معنا إن شاء الله وابتهتكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته